النظام فوق الجميع سالم طفل صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره نابغ في دراسته طيب في سلوكه محبوب لدى أهل قريته جميعهم صغارا وكبارا نساء ورجالا شيبا وشبابا خطر بباله يوما أن يمزح فقاد مجموعة من الأطفال مهمتها السهر على تنظيم توزيع الماء بالحنفية قصدوا المكان في شكل دورية عسكرية وعلى رؤوسهم قباعات من الورق المقوى صنعوها للغرض ولما وصلوا وزع عليهم سالم الأدوار أربعة منهم تأهبوا لمراقبة احترام النظام وقد وقفوا على بعد خطوات ممن يريدون الماء وثلاثة التفوا حول الحنفية ينظمون الأدوار لتأخذ كل الأواني حقها من الماء فجأة أطلت عجوز قصيرة القامة بدينة كثيرة التجاعيد واسعة العينين ترتدي فستانا فظفاظا وتضع على رأسها رداء أبيضا نظيفا تقدمت العجوز بخطا ثابتا وخرقت نظام الدوري وضعت سطلها مباشرة تحت الحنفية فقبل الصف أنانية العجوز إلا أن الأطفال رفضوا هذا التحدي واعتبروا السكوت عليه تقصيرا منهم فبادر سالم بمخاطبة العجوز قائلا النظام فوق الجميع يا أمنا الطيبة ابتسمت العجوز لظرف الصبي وحولت وجهة سطلها إلى آخر الصف معتذرة عندئذ رفع القائد إبهامه معبرا عن نجاح مهمة مجموعته وبعد قليل غادر الأطفال الحنفية وقد تبعهم فريق آخر من الصبية وهم يضحقون ويغنون أقرأ النص قراءة صامتة ثم أستخرج منه ما يدل على نجاح الأطفال في تنظيم الأدوار الإجابة فجأة أطلت عجوز قصيرة القامة بدينة كثيرة التجاعيد واسعة العينين ترتدي فستانا فظفاظا وتضع على رأسها رداء أبيضا نظيفا تقدمت العجوز بخطا ثابتة وخرقت نظام الدوري وزعة سطلها مباشرة تحت الحنفية فقبل الصف أنانية العجوز إلا أن الأطفال رفضوا هذا التحدي واعتبروا السكوت عليه تقصيرا منهم فبادر سالم بمخاطبة العجوز قائلا النظام فوق الجميع يا أمنا الطيبة ابتسمت العجوز لزرف الصبي وحولت وجهة سطلها إلى آخر الصف معتذرة عندئذ رفع القائد إبهامه معبرا عن نجاح مهمة مجموعته أقرأ النص قراءة صامتة وأختار مما يأتي ما يتصل به مجموعة الرجال مهمتها استهروا على تنظيم توزيع الماء بالحنفية النظام فوق الجميع يا أمنا الطيبة حولت وجهة سطلها إلى آخر الصف الإجابة الجمل التي تتصل بالنص النظام فوق الجميع يا أمنا الطيبة حولت وجهة سطلها إلى آخر الصف أقرأ الجمل الآتية وأعوذ ما هو مسطر بما يفيد المعنى نفسه تأهبوا لمراقبة احترام النظام خرقت نظام الدور ابتسمت العجوز لزرف الصبي الإجابة استعدوا لمراقبة احترام النظام خالفت نظام الدور ابتسمت العجوز لحسق الصبي أحددوا الأعمال التي قامت بها مجموعة الأطفال وقفوا على بعد خطوات بمن يريدون الماء السهروا على تنظيم توزيع الماء بالحنفية تابعوا سير الأعمال من بعيد وضعت على رأسها رداء أبيضا نظيفا صنعوا قباعات من الورق المقوى تأهبوا لمراقبة احترام النظام منعوا العجوز من اختراق القانون التفوا حول الحنفية ينظمون الأدوار الإجابة وقفوا على بعد خطوات بمن يريدون الماء السهروا على تنظيم توزيع الماء بالحنفية صنعوا قباعات من الورق المقوى تأهبوا لمراقبة احترام النظام منعوا العجوز من اختراق القانون التفوا حول الحنفية ينظمون الأدوار ترجمة نانسي قنقر